هل انحرفت كنيستنا عن فكر الآباء الأولين كما تقول مجموعة ألف من الناس مستشهدة في ذلك بكلام وتعاليم فلان العالم في الآبائيات وهل هناك اختلاف عن فكر الآباء وكنيستنا نترجم معتقداتهم على هواها وبخلاف الحقيقة حتى يتناسب مع معتقداتنا الحالية أي أنها زيفة المعاني والمفاهيم وأن الأب فلان هو وهذه المجموعة هم عندهم الأبائيات السليمة ما الحقيقة في هذا يا أبي شوفوا جماعة كتابات الأباء كلنا بنعترف حتى الأباء اللي بيستخدموا كتابات الأباء أحنا بيش بنحطها على مستوى الوحي الإلهي ولكل أب ضعفاته وحد مثل لكذا أن العلامة أوريجانوس طبعا كان في القرن الثاني في بعض العقاد لسه مش استبلشت فكان جذاب بتفسيره الكتاب المقدس فالقديس جيروم بعد كده قال أنه يعني هذا الإنسان نازل من السماء أو يعني ربنا بعته لما اختلفوا مع بعض قال أن هذا الإنسان طالع من الإيه من الجحيم فالناس استغربت فأحد الأشخاص الغوين دراسة كتاب مقدس قابل قديس جيروم قال له أنت قلت عليه في الأول أن ده ملاك نازل من السماء ودلوقتي بتقول عليه شيطان طالع من الجحيم أحنا ناخد ده ولا ده وليه لما أنت بتقول عليه دلوقتي طالع من الجحيم ليه بتطلقت وفتاخد كوتيشنز من كلماته فرد القديس جيروم قال له شوف ليه أخطاء معينة سواء كانت صحة أو منسوبة إليه زي مثلا قيل أنه هو ولو أنه أنكرها أحيانا أنه شيطان حيخلص أو أنه الإنسان اللي غلط ممكن يلقى هتاني في العالم الليه الإنكرنيشن تجسد يأخذ يجب جسم تاني علشان يتوبها لحاجة هو بيقول أنه فيه ناس زودوا أو كتبوا بعض الهراطقة بعض أخذوا كتبه وحطوا فيها دسوا فيها بعض الأفكار أنا مش بتكلم عن جيروم في ذاته دلوقتي لكن أقدر أسوري عن أوريجينوس بذاته لكن العبارة اللي قالها جيروم كانت جميلة قال لهم أنا بقى أرى كتابات أوريجينوس اللي بلاقيه يتناسب مع الكتاب المقدس بقبله وفرحان به ولا اللي أي غلط أسيبه هايز أقول حتى الكتاب المقدس فيه ناس بياخدوه ويقطعوا حتة منه يعني كوتيشنز ويتجاهلوا ليه تقال الكوتيشن ده ويختلف البعض فيها يعني الفكر البشري ممكن يميل بأي كوتيشن سواء في الإنجيل أو كتابات الأوباء أو أي كتابات لشخص ما أفضل دايما للي بياخد كوتيشنز من الأباء يعرف الكوتيشن ده إزاي وإيه مناسبته وإيه الهدف بتاعه إنما حاعد أقول فلان هو العارف وفلان ده مش عارف وفلان ده كويس وفلان ده وحش بصراحة أنا شخصيا مش بحب أدخل في هذا الجو لأنه مضيع للوقت أنا أعرف كتابات الأباء جميلة وحلوة وبلقط منها الحاجة المناسبة في حاجات مثلا بيحطها بعض النساك تناسب الرهبان النساك أو المتوحدين أو السواح وما تناسبنيش أنا أعرف كتابات الحتة الجميلة الكويسة والجميل مثلا في القديس ماري إسحاق السورياني يرفض تماما عدم الاعتدال المبلغة فمش كل اللي اكتبوه الأباء ناخده وانطبقه بالحرف يعني يعني أذكر فحتى عجبتني للقديس باسيروس الكبير هو كان يحب يفتح مدارس في منطقة طبعا القيصرية الجديدة وكان اللي بيرعى هؤلاء الطلبة رهبان يعني فيه أولاد يفتح لهم مدرسة والرهبان يهتموا بهم روحيا ففي أحد رسائله للرهبان قال لهم تذكروا أن هؤلاء الأولاد ليسوا رهبان وما تضغطوش عليهم أكتر من طاقتكم وكل طالب تعملوه حسب إمكانياته فإذا المهمة في الإنسان يبا هدفه من اللي بيقوله إيه وإزاي يرفع قلب الإنسان للسمى وإزاي يعيش ويتمتع بكلمة الله ويحس أنه سعيد يعني مثلا كتاب القديس ماري إفرقام السورياني اللي هو عن الفردوس في حقيقة عادت فيه مدة طويلة سواء من ناحية الترجمة أو التعليق لقيت فيه حاجات يمكن الشخص العادي اللي يقراها يحس صعبة لأنه بيكتب شعر والشعر طبيعته مختصر ولازم نبعرفين إيه الباكراوند بتاع ماري إفرقام أو إفرقام السورياني ونسجل لكن في قراءتي لماري إفرقام السورياني لقيت أن أثر هذه القراءة علي نشوقني للسمى وحسيت أن إنسان أني مرفوع للسمى وعايز يسحب كل الشعب أو كل اللي حواليه يدوق السمى اللي هو عايش فيها فكنت فرحان بيها فيه حتة طبعا كانت صعبة قوي وفيه حتة ربما ما تنسبش للإنسان مجموعة معينة ولما حتى نزلته ما سمتهش عن الفردوس كتبت مقالات أو مختطفات عن الفردوس دماري فرقام السورياني وبحب هذا الكتاب جدا رغم صعوبته وحاليا بفكر جديا أعيد كتابت اللي أنا كتبته لأنه طبعت منه وفيه ناس فرحوا بيقوي وفيه ناس يسألوا لي ده صعب وأنا عارف أنه صعب وأنا نفسي لما قريت بترجمة بتاعته في لبنان لقيت فيه صعوبة يعني أن الشخص العادي يقدر يفهم ما وراء الكلام فعايز أقول كتابات الأباء حبائي جميلة ومفرحة إذا الإنسان مشتاق من كل قلبه أن يعيش في السماء إنما عشان أقارن ألف آيال كذا وبي آيال كذا ومين الصح ومين الغلط تضياء وقت على الفاضي حتى في الكتاب المقدس الأسئلة اللي بحس إنها مجادلات نظرية مش بحب حتى أرد عليها خلينا دايما فكرنا في المسيح يسوع وخلينا دايما فرحانين بالأبدية المعدة لنا ونطلب باستمرار ندوق عربون السماء اشتركوا في القناة